مرحبا بكم في برنامج جاهز معكم أستاذ حسين علي أشكناني معلم تاريخ من ثانوية عبدالله الأحمد الصباح سنقوم بمراجعة أهم المواضيع والأسئلة المتوقع ورودها في اختبار نهاية الفترة الدراسية الثانية لماذا تاريخ العالم الحديث والمعاصر للصف الثاني عشر أدبي ونرجو من الله التوفيق والنجاح وقبل لا أبدأ في هذه المراجعة عندنا تفصيل درجات الاختبار الاختبار يتكون من 56 درجة السؤال الأول هو سؤال موضوعي عليه 17 درجة أما الأسئلة المتبقية أسئلة مقالية اختيارية عليهم 39 درجة الاختبار أو الأسئلة المقالية عبارة عن أربع أسئلة عليك أنت المتعلم أن تختار ثلاثة منهم ولكل سؤال مقالي 13 درجة وأول ما رح أبدأ فيه الخريطة عندنا عبارات لنحاول نحددها على الخريطة التي أمامك العبارة الأولى دولة قامت بها الثورة المجيدة عام 1689 بريطانيا ونحاول نحدد بريطانيا على الخريطة هذا مكان بريطانيا على الخريطة العبارة الثانية دولة دارت على أراضيها معركة ساراتوجة كان هي في الولايات المتحدة الأمريكية ومثل ما تشوفون على الخريطة وكان الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا الشمالية مثل ما تشوفون أمامكم العبارة الثالثة دولة قامت على أراضيها معركة فانمي عام 1792 فرنسا ومثل ما تشوفون مكان فرنسا على الخريطة شمال شرق إسبانيا العبارة الرابعة دولة قامت بها ثورة بلشفية عام 1917 طبعا في روسيا مثل ما تشوفون مكان روسيا على الخريطة العبارة الخامسة دولة قامت بها الحركة النازية بزعامة هتلر مثل ما تشوفون ألمانيا هتلر على الخريطة شرق فرنسا العبارة السادسة دولة عقدة فيها مؤتمر فرصائي عام 1919 في فرنسا مثل ما تشوفون فرنسا مكانها على الخريطة شمال شرق إسبانيا العبارة السابعة دولة قامت بها الحركة الفاشية بزعامة موسوليني في إيطاليا مثل ما تشوفون إيطاليا على الخريطة هذا مكانها العبارة الثامنة دولة اشتاحها هتلر واشتاحها مامار دانزيج بها عام 1939 بولندا مثل ما تشوفون بولندا شرق ألمانيا العبارة التاسعة دولة قامت على أراضيها معركة العالمين عام 1942 مصر هذا مكان مصر على الخريطة العبارة العاشرة دولة ألقت الولايات المتحدة الأمريكية عليها قمبلتين ذريتين وهي اليابان مثل ما تشوفون الخريطة هذا مكان اليابان العبارة الحادي عشر دولة ألقت أو ألحقت الهزيمة بالقوات الألمانية في ستالينجراد روسيا هذا مكان روسيا على الخريطة العبارة الثانية عشر جزر هاجمتها اليابان في الحرب العالمية الثانية ودمرت الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي جزر الهاواي في المحيط الهادي الآن ننتقل إلى السؤال الآخر اكتب المصطلح المناسب أمام كل عبارة مما يلي الثورة المجيدة اسم أطلق على الثورة الإنجليزية عام 1689 الحق الإلهي نظرية تقول أن الملوك مثل الله على الأرض الإنجلاكانية كنيسة الإنجليزية هي التي تعتنق المذهب ببروتستاتي لائحة الحقوق الإنجليزية لائحة أقرها البرلمان الإنجليزي فيها حقوق غانونية ودستورية عام 1689 مجلس اللوردات مجلس يضم نواب الطبقتين الأرستقراطية والإقطاعية ورجال الدين ويعينهم الملك الإنجليزي مجلس العموم مجلس يضم نواب الطبقتين الوسطى الزراعية والوسطى في المدن البروجوازية وينتخبهم الشعب السيادة الشعبية نظرية نادى بها جون لوك تقول أن كل فرد لا حقوق طبيعية في الحياة والحرية والتملك جيمستاون أول مستعمرة إنجليزية في أمريكا الشمالية عام 1607 المجلس النيابي مجلس يقوم بسن القوانين وفرض الضرائب ومراقبة الموظفين معاهدة باريس معاهدة تنازلت بها فرنسا لإنجلترا جميع مستمراتها في أمريكا الشمالية والهند سنة 1763 حرب السنين السبع حرب بين إنجلترا وفرنسا بدأت عام 1756 وانتهت في عام 1763 قانون التجارة والملاحة قانون أصدره البرلمان الإنجليزي على سكان مستعماراتها في أمريكا عام 1673 قانون السكر قانون صدر عام 1764 من أجل فرض رائب جمركية على العسل والنبيذ والحرير والبن قانون التمغى قانون فرض فيه رسوم مالية على كل المستندات التجارية وعقود البيع والرهن القوانين السيئة السمعة ضرائب باهضة فرضتها إنجلترا على المستعمارات في أمريكا بحجة تغطية مصروفات الجيش جماعة أبناء الحرية جماعة أخذت على عاتقها تنظيم المعارضة الأمريكية ومقاومة الضرائب الجديدة القوانين الجائرة قوانين مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها البرلمان الإنجليزي لمعاقبة ميناء بوستن عام 1773 مذبحة بوستن مواجهة قتلة فيها الكثير من سكان مستعمارات بوستن أو من قبل القوات الإنجليزية عام 1770 حفلة شاي بوستن قيام عدد من الأمريكيين بالتنكر في زي العمال وتسللوا إلى سفن ميناء بوستن وقاموا بإلقاء حمولتها في البحر ليكنشتون هي المدينة التي وقع فيها أول صدام مسلح بين الأمريكيون والقوات الإنجليزية عام 1775 ساراتوجة هي المعركة الفاصلة في حرب الاستقلال الأمريكية في عام 1777 يورك تاوم المعركة التي استسلم فيها الجيش الإنجليزي أمام القوات الأمريكية والفرنسية عام 1781 صلح باريس صلح اعترفت فيها بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1783 الطبقة الممتازة طبقة تشمل الطبقة الارستقراطية ورجال الدين وتمتع بجميع المزايا الاجتماعية وتمثل 1% الطبقة العامة طبقة تشمل عامة الشعب من الزراع والصناع وأصحاب الحرف وصغار التجار وتمثل 99% العقد الاجتماعي كتاب لجان جاك روسو يعتبره الفرنسيون إنجيل الثورة الفرنسية سياسة الامتيازات سياسة كانت تطبقها فرنسا تمتعت بها الطبقة الممتازة مجلس طبقات الأمة مجلس دعا له نيكر للبحث حول الخروج من الأزمة المالية الطاحنة في أفرنسا الجمعية الوطنية واب العامة الذين رفضوا الانصراف في مجلس طبقات الأمة وعلنوا استعدادهم للقتال حتى تنفيذ مطالبهم حصن الباستيل من الحصون الإقطاعية القديمة وتحول الرمز للظلم والاستبداد والسجن الدولة في فرنسا أعلان حقوق الإنسان المواطن وثيقة صدرت عام 1789 فيها مكاسب للشعب الفرنسي ضاران اسم المكان الذي احتقل فيه الملك لويس السادس عشر مع زوجته قصر التويرلي اسم المكان الذي سجن فيه الملك لويس السادس عشر مع زوجته أعلان بلينس هو أعلان دعا إليه ملوك أوروبا النمسا وبروسيا لتدخل لإنقاذ الملكية الفرنسية عام 1791 معركة فانمي معركة حاسمة وقعت بين الجيش الفرنسي وجيش النمسا وبروسيا عام 1792 المؤتمر الوطني مؤتمر جاء بعد الجمعية التشريعية عام 1792 وقرر أعلان الجمهورية الفرنسية وعدام من الملك لويس السادس عشر حزب اليعاقب مجموعة من المتطرفين المعروفين بعداءهم الشديد للملكية عهد الإرهاب عاصر امتد من 1793 إلى 1794 قتل فيه الكثيرون دون محاكمة عادلة حكومة الإدارة فترة انتقال من عهد الاضطرابات والثورات إلى عهد الدكتاتوري الفردي الامبراطوري معركة ريفولي هي معركة حدثت في عام 1797 انتصر فيها نابليون بونابارت على الجيش النمساوي في إيطاليا صلح كان بفروميو وعهده عطت فرنسا مكاسب كثيرة ضد عدوه من نمسا عام 1797 القانون المدني أو قانون نابليون قانون صدر في عام 1804 لإعطاء فرنسا والعالم تشريعا يحافظ على القيم والتقاليد القديمة العلاقات الدولية الاتصالات بين الدول والمنظمات الدولية في جميع المجالات الاتفاقات الدولية تشريعات يتفق عليها دوليا وهي مقننة تلتزم بها الدول المشتركة فيها الايدولوجية نسق من الآراء والأفكار السياسية القانونية والدينية والفلسفية عصبة الأباطرة تحالف بين النمسا وألمانيا وروسيا عام 1878 الحلف الثلاثي تحالف بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا عام 1882 الاتفاق الودي تحالف بين بريطانيا وفرنسا عام 1904 الوفاق الودي تحالف بين بريطانيا وفرنسا وروسيا عام 1907 المسألة الشرقية هو صراع الدول أوروبا على أملاك الدولة الأثمانية حادثة سراييفو اغتيال طالب سوربي ولي عهد النمسا وزوجته عام 1914 البلقان مجموعة من الدول الأوروبية الشرقية وهي غزلافيا السابقة واليونان وبلغاريا وألبانيا المارن نهر في فرنسا كان مسرحا لمعركتين مهمتين وحاسمتين في الحرب العالمية الأولى المارن الأولى معركة في عام 1914 وفيها أوقف الحلفاء زحف الألمان إلى باريس المارن الثانية هي معركة في عام 1918 شن فيها الحلفاء هجوما معاكسا عدى إلى نزال الهزيمة بالألمان صلح فرساي مؤتمر الذي عقده عام 1919 بعد حرب العالمية الأولى أصبت الأمم منظمة دولية لتنظيم العلاقات الدولية وإحلال السلام وتم تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى الأزمة الاقتصادية العالمية أزمة حدثت في عام 1929 بعد انهيار بورصة الأوراق المالية في نيويورك اللي هي أزمة وولستريت النيو ديل خطط وضعها الرئيس الأمريكي روزفيلد لإصلاح الاقتصاد الأمريكي السوفيت المجالس الشيوعية المحلية التي أسسها الحزب الشيوعي النازية حركة بغيادة هتلر ظهرت في ألمانيا عام 1920 كفاحي اسم الكتاب الذي ألفه هتلر الفاشية حركة بغيادة موسوليني ظهرت في عام 1920 في إيطاليا مؤتمر ميونيخ مؤتمر عقدة في عام 1938 بحضور هتلر وموسوليني وشمبرلين ولا تي الحلف الفلاذي حلف يضم كل من إيطاليا وألمانيا في عام 1939 دول المحمر اسم يطلق على دول ألمانيا وإيطاليا واليابان في الحرب العالمية الثانية دول الحلفاء اسم يطلق على دولة إنجلتر وفرنسا وروسيا في الحرب العالمية الثانية بيرل هاربر معركة دمرت فيها اليابان الأسطول الأمريكي في جزر الهواي عام 1941 السنة الإنقلابية هي السنة التي حدث فيها معركة ستالينجراد ومعركة العالمين عام 1942 اتفاقية سالت اتفاقية يحرم فيها استخدام الأسلحة الفتاكة وتهدف إلى إيقاف تسلح بين الدول مؤتمر يالطا مؤتمر عقدة بين روزفيلد وشيرتشيل وستالين عام 1945 مؤتمر سانس فرانسيسكو مؤتمر عقدة بحضور 50 دولة لإبرام ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة ويضم جميع ممثلي دول العالم الأمانة العامة جهاز من أجهزة الأمم المتحدة مهمته تنفيذ المهام السياسية المكلف بها ويرأسها الأمين العام محكمة العدل الدولية أحد أجهزة الأمم المتحدة مقرها فيها في لاهاي في هولندا مهمتها حل النزاعات الناجمة عن مخالفة القوانين الدولية حق الفيديو حق تمتع بها الدول الخمسة الكبرى في مجلس الأمن البنك الدولي للتنمية والتعمير منك يعمل على منح قروضه لمساعدة مختلف القطار في تنفيذ مشاريعها كالسدود والمحطات اليونسكو منظمة تقوم بتعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة منظمة الصحة الدولية منظمة مهمتها الرئيسية مواجهة المشاكل الصحية منظمة التغذية والزراعة منظمة تعمل على تحسين إنتاج المزارع والغابات ومناطق صيد الأسماك منظمة العمل الدولية منظمة تساعد على تحسين ظروف العمل والمعيشة في أنحاء العالم ننتقل إلى السؤال الآخر اكتب العام الذي وقعت فيها الأحداث التاريخية التالية وفاة شارل الثاني وتولي جيمس الثاني حكم إنقلترا كان في عام 1685 التصريح الملكي الذي أعلن فيه مبدأ التسامح مع الكاثوليكية كان في عام 1687 إعلان لاحقة الحقوق الإنجليزية عام 1689 حفلة شاي بوستون كان في عام 1773 معركة لججينستون كان في عام 1775 مؤتمر فيلديفيا الأول كونغرس الأول كان في عام 1774 مؤتمر فيلديفيا الثاني كونغرس الثاني كان في عام 1775 إعلان الاستغلال الأمريكي كان في عام 1776 ظهور الولايات المتحدة الأمريكية كولاية أو كوحدة سياسية عام 1783 صلح باريس عام 1783 القرار أو إقرار الدستور الأمريكي عام 1789 إعلان حقوق الإنسان المواطن كان في عام 1789 سقوط حسن الباستيل في عام 1789 إنعقاد مجلس طبقات الأمة كان في عام 1789 إعلان بلينتز كان في عام 1791 إعدام الملك لويس السادس عشر في عام 1793 صلح كان بفروميو كان في عام 1797 إصلاح أوضاع الكنيسة في فرنسا عام 1801 حادثة سيراييفو وبداية الحرب العالمية الأولى كان في عام 28 يونيو عام 1914 دخول الولايات المتحدة الأمريكية حرب العالمية الأولى كان في عام 1917 معركة فردانف كان في عام 1916 انسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى في عام 1917 نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1918 انشاء عصبة الأمم كان في عام 1919 قيام الثورة الشيوعية في عام 1917 وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا في عام 1934 وصول موسيليني إلى الحكم كان في عام 1922 احتلال موسيليني لأثيوبيا كان في عام 1936 احتلال هتلر لمنطقة الراين كان في عام 1936 مؤتمر ميونيخ كان في عام 1938 الحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى عام 1945 اشتياح هتلر لبولندا كان في عام 1939 الدور الأول للحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى عام 1941 مهاجمة اليابان وتدمير الأسطول الأمريكي في جزر الهاواي بيرل هاربر كان في عام 1941 السنة الإنقلابية كانت في عام 1942 معركة سترانجراد كانت في عام 1942 معركة العالمين كانت كذلك في عام 1942 القاء القنابل الذرية على هوريشيما ونجزاكي في عام 1945 افتتاح حيئة الأمم المتحدة رسميا كان في أكتوبر 1945 الآن نتغل للسؤال الآخر وهو أذكر أهم أعمال الشخصيات التاريخية التالية أول شخصية عندنا الملك جيمس الثاني هو ملك تولى حكم إنقلترا بعد وفاة أخيه شارل الثاني وعمل على تعديل قانون يسمح للكاثوليك بتولي الوظائف العامة والمشاركة في حياة البلاد السياسية وليام أرانج أو وليام الثالث هو الملك الهولندي الذي جاء إلى إنقلترا لاستلام العرش هو مع زوجته ماري بن جيمس الثاني بناء على رقبة البرلمان الإنجليزي ووافق على لائحة الحقوق الإنجليزية جون لوك هو مفكر إنجليزي صاحب نظرية السيادة الشعبية التي تقول أن كل فرد لا حقوق طبيعية في الحياة والحرية والتملك سامويل آدمز هو قائد أمريكي الذي قاد المعارضين الأمريكيين ضيد الإنجليز في بوستن حين أرادوا تنفيذ القوانين الجديدة الجنرال جيدج هو القائد العسكري على بوستن الذي أرسله عدد من الجنود لمصادرة الأسلحة والذخيرة من الأمريكيون عند مدينة كونكورد جورج واشنطن هو شاب لمع اسمه في حرب السنين السبع وتم تعيينه قائدا على بوستن أو على جيش بوستن وشارك في معركة ساراتوجا التي انتصر فيها وتمكن من الاستلاع على مدينة يورك تاون الزعيم لي هو الزعيم الأمريكي الذي اقتره إعلان الاستقلال عن الإنجليز الجنرال هاو هو قائد القوات الإنجليزية في معركة ساراتوجا في عام 1777 لافييد قائد قوات الفرنسية التي قام بمساعدة جورج واشنطن بالاستلاع على مدينة يورك تاون ماري انطوانيت هي زوجة لويس السادس عشر التي لعبت دور مهم وكبير في إضاف شخصيته وتوجيه سياسة البلاد في فرنسا من خلال اشتراكها في المؤامرات التي تعين وتعزل الوزراء فولتير كاتب ساخر فرنسي من أهم مؤلفاته عهد لويس الرابع عشر دعا فيه للمساواة ونقد دقاط فرنسا ونظام الضرائب كذلك وتعتبر مؤلفاتها الأكثر انتشارا بسبب موخبته في توجيه النقد اللاذع مونتيسكو صاحب كتاب روح القوانين ويعتقد أن النظام الملكي البرلماني الإنجليزي هو النظام الملائم لفرنسا جان جاك روسو أهم مؤلفاته هو العقد الاجتماعي وطالب فيها أن يكون الحكم للشعب وأطلق على كتابه إنجيل الثورة الفرنسية لأنه يتضمن أفكار عديدة منها العدل والمساواة نيكر هو الذي دعا إلى انعقاد مجلس طبقات الأمة للخروج من الأزمة المالية التي كانت تمر بها البلاد في فرنسا ميرابو هو صاحب مقولة أننا هنا بإرادة الشعب ولن نبرح ما كنا إلا على أسنة الرماح دانتون هو زعيم العاقبة المتطرفين الذي ترأس لجنة الأمن العام وعمل على التخلص من حزب الجيروند المعتدلين نابليون بونابرت هو القائد الذي أعطى فرنسا مجدها من خلال انتصاراته على النمسا وأهمها معركة ريفولي وأصلاحاته الداخلية المتمثلة في الإصلاح الإداري وإصدار القانون المدني وإصلاح وضاع الكنيسة والتعليم الرئيس الأمريكي ويلسون هو الذي طالب بإنشاء منظمة دولية لتنظيم العلاقات الدولية وإحلال السلام وعرفت هذه المنظمة بعصبة الأمم روزفيلد هو الرئيس الأمريكي الذي وضع خطة النيو ديل وهو النظام الجديد لإصلاح الاقتصاد الأمريكي لينين هو قائد الشيوعية الذي تسلم السلطة بعد نجاح الثورة في عام 1917 وأعلن مبادئها في روسيا ورفع شعار السلام للجيش الأرض للفلاحين الغذاء للجميع الحكم للسوفيت ستالين هو الذي نجح في تحقيق النهضة الشاملة عن طريق مشاريع السنوات الخمس وأصبح زعيمة للنظام الاشتراكي العالمي مصطفى كمال أتوتورك على يده ظهر النظام الدكتاتوري في تركيا فرانكو على يده ظهر النظام الدكتاتوري في إسبانيا تيرتشل أصر على صمو البريطانيا ونمو الحلفاء إلى أن ألحقوا الهزيمة بالقوات الألمانية في ستالينجراد وشارك في مؤتمر يالتا الجنرال زوغوف قائد القوات الروسية التي دخلت برلين في الحرب العالمية الثانية سؤال آخر أكمل العبارات التالية اتفق البرلمان الإنجليزي مع وليام أرانج وزوجته ماري على تولي الحكم في إنجلترا وكان يحكم هولندا لقب وليام أرانج بعد تولي الحكم في إنجلترا عام 1689 بلقب وليام الثالث بلغ عدد المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية في مطلع القرن الثامن عشر ثلاثة عشر مستعمرة ملك إنجلترا الذي قامت في أهده ثورة المستعمرات الأمريكية اسمه جورج الثالث بعد حرب السنين السبع لم يبقى منافس لإنجلترا في أمريكا الشمالية إلا المستعمرات الإسبانية في فلوليدا الشخص الذي يمثل ملك الإنجليزي في المستعمرات الأمريكية ويعين ويعزل من ملك إنجلترا فقط هو الحاكم ينتخب من الشعب الأمريكي ويعمل لحماية مصالح سكان المستعمرة هو المجلس النيابي أكثر القوانين الإنجليزية التي أثارت غضب رجال الصحافة والكتاب ورجال المال والأعمال قانون التمغة المدينة الأمريكية التي قادت المعارضة الأمريكية ضد القوانين السيئة السمعة بوستن سيطر الأمريكان بعد الانتصار على الإنجليز في موقعة ساراتوجة عام 1777 على مكان يسمى هيتسون أو حوظ هيتسون يحتفل الأمريكان بعيد الاستقلال كل عام يوم 4 يوليو ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية للوجود كدولة في عام 1783 صدر أول دستور للولايات المتحدة الأمريكية عام 1789 عدد النواب الذين اجتمعوا لإقرار الدستور الأمريكي بلغ عددهم 55 كان ملوك فرنسا يحكمون وفق نظرية تسمى الحق الإلهي أو الحكم المطلق ملك فرنسا الذي يلقبه بالملك الشمس ويطلق على نفسه أن الدولة هو الملك لويس الرابع عشر الملك الفرنسي الذي في عهده تعرضت فرنسا لهزاء متكررة ومنها حرب السنين السبع هو الملك لويس الرابع عشر الطبقة التي تضم النبلاء ورجال الدين في المجتمع الفرنسي كان يطلق عليها اسم الطبقة الممتازة الطبقة الفرنسية التي تشمل الزراع والصناع والحرفيين وصغار التجار تسمى الطبقة العامة المجلس النيابي الذي يمثل الشعب الفرنسي على أساس طبقي هو مجلس طبقات الأمة كان التصويت في مجلس طبقات الأمة الفرنسية تم على أساس الغرف أو عدد الغرف أبقى الدستور الفرنسي الذي أصدرته الجمعية الوطنية على النظام الملكي وصلت القوات النمساوية البروسية المشتركة إلى مفتاح مدينة باريس التي تسمى فردان أعلنت الجمعية التشريعية حل نفسها عام 1992 وتسليم الحكم إلى هيئة جديدة المؤتمر الوطني تخلص لعاقبة المتطرفين في لجنة الأمن العام على خصومهم أو من خصومهم المحتدلين من خلال إنشاء محكمة الثورة أصدر نابليون القانون الإداري الجديد عام 1800 وقع نابليون صلحا عام 1801 مع الكنيسة الكاثوليكية والبابا بيوسر السابع الهيئة التنفيذية التي أصدرت في فرنسا دستور 1795 تسمى حكومة الإدارة أصدر نابليون بنابرة القانون المدني عام 1804 الخلاف حول ممتلكات الدولة العثمانية في أوروبا يعرف باسم المسألة الشرقية حدثت معركة فردان عام 1916 انسحبت روسيا من الحرب العالمية الأولى بعد قيام الثورة الشيوعية في عام 1917 اعترفت ألمانيا وحلفائها بالهزيمة في الحرب العالمية الأولى ووقع ممثلوها على الهدنة في عربة قطار في غابة تسمى كومبين تم إنشاء عصبة الأمم عام 1919 معاهدة كانت شروطها أحد أسباب نجاح النازية في ألمانيا معاهدة فرسا لقب أطلق على هتلر بعد وصوله إلى الحكم عام 1934 الفوهرر ممر في بولندا كان اشتياح هتلر له سبب مباشر لقيام الحرب العالمية الثانية هو ممر دانزج قائد القوات الألمانية الإيطالية الذي هزمه في معركة العالمين عام 1932 هو رومل مؤتمر أبرم فيه ميثاق الأمم المتحدة من قبل 50 دولة اسمه يالطا المقر الرسمي للأمم المتحدة نيويورك محكمة العدل الدولية مقرها لهاي في هولند سؤال علل علل ما يلي نشأت الخلافات بين الملك الإنجليزي جيمس الثاني والبرلمان الإنجليزي سريعا بسبب تبني الملك سياسة ثلاثة عناصر وهي الكاثوليكية والحكم المطلق والتعاون مع لويسة الرابع عشر ملك فرنسا علل هروب الملك جيمس الثاني إلى فرنسا عام 1689 بسبب إحساسه بالعزلة والضمام قادة الجيش إلى وليام أرانج وصداقته مع الملك لويسة الرابع عشر استحالة التوافق بين الحاكم والمجلس المنتخب في المستعمرات الإنجليزية في أمريكا لأن الحاكم يهمه في الدرجة الأولى الملك أما المجلس يهمه في الدرجة الأولى مصالح الشاب أسباب الثورة الأمريكية واحد تطبيق قوانين الاحتكال الاقتصادي وقوانين الملاحة أثنين فرض ضرائب باهظة على المستعمرات معارضة الأمريكيين للقوانين السيئة السمعة لأن الأمريكيين يرون أنه لا يحق للبرلمان الإنجليزي أن يفرض عليهم ضرائبا أو ضرائب دالما هم غير ممثلين فيه علل الغاء بريطانيا جميع الضرائب بعد ضريبة الشاي ليبقى حق فرض ضرائب قائما على المستعمرات خرجت إنجلترا من حرب السنين السبع تعاني من أزمة مالية طاحنة رغم انتصارها في الحرب بسبب نفقات الحرب والمصرفات العسكرية وهذا الأمر أدى إلى فرض ضرائب جديدة على المستعمرات الإنجليزية سؤال علل يحتفل الأمريكيون بيوم 4 يوليو من كل عام بسبب إعلان استغلال المستعمرات عن إنجلترا في عام 1776 علل يعتبر الدستور الأمريكي من الدستير المتميزة أو المميزة واحد لأنه امتاز بالفصل التام بين السلطات الثلاث التنفيذية الفغضائية التشريعية اثنين أكد على حق الفرد في الحرية والمساواة ثلاثة أكد على عدم تعارض السلطات المحلية مع السلطات الفيدرالية أربعة مرونة الدستور وقابليته للتغيير والتعديل سؤال علل تعتبر الثورة الفرنسية واحدة من أهم الثورات الكبرى في العالم لأنها أعطت مفاهيم جديدة للعالم وضعت في حيز التنفيذ مبادئ كانت مجرد نظريات شملت تغيير جميع مناح الحياة في فرنسا التغيير وصل إلى جميع أنحاء العالم وهذا سميت بالنموذج الشامل سؤال علل العوامل السياسية لقيام الثورة الفرنسية واحد كان ملوك فرنسا يحكمون وفق نظرية الحق الإلهي اثنين لم تعرف فرنسا أي مشاركة شعبية ثلاثة توالت الهزائم العسكرية على الجيش الفرنسي أربعة تدخل مارين طوانيت زوجة ملك لويس السادس عشر في شؤون البلاد السياسية علل لعبت مارين طوانيت دور كبير في إضعاف مكانة زوجها الملك لويس السادس عشر بسبب اشتراكها في سياسة البلاد وتدخلها في المؤتمرات التي تعين وتعزل الوزراء وعدم إحساسها بما يعانيه الشعب من آثار المجاعة علل يطلق على كتاب العقد الاجتماعي ينجي للثورة الفرنسية لأنه يتضمن على أفكار عديدة مثل العدل والمساواة والحرية وحقوق الفرد علل اشتراك فرنسا في حرب الاستقلال الأمريكية لثأر لكرامتها بسبب هزيمتها أمام ميليترا في حرب السرير السبع لم يصدر مجلس طبقات الأمة الفرنسي أي قرار يتعارض مع مصلحة الطبقة الأرستقراطية بسبب نظام التصويت الطبقي القائم على نظام الغرف حيث كانوا يصوت بغرفتين للطبقة الأستقراطية النبلاء ورجال الدين وغرفة واحدة للعامة سؤال علل يحتفل الفرنسيون بيوم 14 يوليو من كل عام بسبب ذكرى مهاجمة الجمهور الغاضب لحصن الباستيل رمز الظلم والطغيان والاستبداد هجرت النبلاء إلى خارج فرنسا عام 1789 هربين بحياتهم وتحريض الدول المجابرة مثل النمسا وبروسيا لغزو فرنسا للقضاء على الثورة وإنقاذ الملكية الفرنسية علل صدور إعلان بلينتز عام 1791 لقيام النمسا وبروسيا بعمل مشترك إزاء الموقف الداخلي في فرنسا وضرورة التدخل لإنقاذ الملكية الفرنسية أهمية معركة فالمي رغم صغر حجمها أنقذت أفكار الثورة الفرنسية وحالت دون سقوط باريس ورفعت الروح المعنوية للفرنسيين وتحول الجيش الفرنسي من الدفاع إلى الهجوم سيطرت الإعاقبة على المؤتمر الوطني رغم قلة عددهم لأنهم أقلية شديدة وذات اتصال قوي بالشعب وجمهور باريس الذي له اليد الطولة في إثارة الشارع في فرنسا علل أهمية معاهدة كومب فروميو بالنسبة لفرنسا أعطت فرنسا مكاسب كبيرة وحققت لهم الفخر والعزة بالانتصار على عدوهم اللدود النمسا اتقسام العالم سياسيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بسبب روز النزع القومية والتصادم الأيدولوجيات وتضارب المصالح الاقتصادية وسياسة التوسع والسباب إلى التسلح كانت القارة الأوروبية محور العلاقات الدولية في أواخر القرن التاسع عشر بسبب مركز الثورة الصناعية ووفرة الموارد وإمكانيات الاقتصادية والنفوذ الاستعماري في جميع القارات ونشوء الامبراطوريات الكبرى لم يدم تحالف عصبة الأباطرة طويلا بسبب خروج روسيا لخلافها مع النمسا عام 1878 انضمام إيطاليا إلى الحف الثلاثي عام 1882 ردا على احتلال فرنسا لتونس عقد الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا عام 1904 لشعورهم بالخطر من تقدم ألمانيا الصناعي والاقتصادي ونمو قوتها البحرية أسباب قيام الحرب العالمية الأولى زيادة التنافس بين الدول الأوروبية من أجل السيطرة على المواد الخام والأسواق لتصريف منتجاتها ثنين الصراع بين دول أوروبا حول المستعمرات في آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي بسبب التنافس الاستعماري ثلاثة الخلاف حول ممتلكات الدولة الثمانية وهي المسألة الشرقية أربع سبب مباشر هو اغتيال ولي أحد النمسا وزوجته من قبل طالب صربي إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا في عام 1914 بسبب انتهاك ألمانيا حياد البلجيك دخول الوليات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى بسبب مهاجمة الغواصات الألمانية السفن التجارية الأمريكية علل يعتبر مؤتمر الصلح فرساي مذلا لألمانيا بسبب القرارات القاسية التي فرضت على ألمانيا وهي تحمل ألمانيا مسؤولية الحرب من خلال دفع تعويضات مالية أثنين تخفيض عدد الجيش الألماني ومنعهم من اقتناء الأسلحة ثلاثة اقتطاع أجزاء من ألمانيا وضمها لدول أخرى أهداف إنشاء عصبة الأمم عام 1919 واحد إحلال السلام والأمن بين الدول أثنين توثيق التعاون الدولي في كافة الميادين فشل عصبة الأمم في حل كثير من المشكلات الدولية الكبرى لأنه لم يكن لأيديها قوة أسكرية على تنفيذ قراراتها وأصبحت أداة لمصلحة الدولة الكبرى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929 بسبب انهيار الاقتصاد في الدول المنتصرة والمهزومة في الحرب العالمية الأولى على السواء وكذلك انهيار سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك عوامل قيامة الشيوعية في روسيا واحد فساد الحكم القيصري في روسيا واستبداده الهزام الكبرى التي حلت بالجيش الروسي منذ عام 1905 سوء الحالة الاقتصادية شخصية لينن وشعاره المشهور السلام للجيش الأرض للفلاحين الغذاء للجميع الحكم للسوفيت عوامل قيامة النازية في ألمانيا سقط الشعب الألماني على حكومتها لموافقتها على شروط معهدث فرساي آثار الأزمة الاقتصادية التي قاصت منها ألمانيا أكثر من غيرها من الدول ظهور حركة يمينية متطرفة الحركة النازية بقيادة هتلر الذي أسسها حزب العمال الاشتراكي في عام 1920 أربع انتشار الأفكار الشيوعية عوامل قيامة الفاشية في إيطاليا عجزت الحكومات من معالجة الأزمة الاقتصادية انتشرت أفكار الشيوعية والحركات الثورية وشجاية العمال في محاولة الاستلاع على السلطة ثلاثة ظهور حركة يمينية متطرفة قادها الحزب الفاشي بقيادة موزليني الذي وصل إلى الحكم في عام 1922 بعد الاستلاع على روما أسباب قيام الحرب العالمية الثانية واحد مؤهدات الصلحة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى جاءت بها شروط مذلة فارات الدول المهزومة أن تتخلص منها الثانين قيام الأنظمة الدكتورية ثلاثة الأزمة الاقتصادية العالمية وطمع النازية والفاشية بالتوسع أربعة التوتر الدولي جعل النازية والفاشية يحققون أهدافهم التوسعية مثل احتلال موزليني لأثيوبا في عام 1936 واحتلال هتلر لمنطقة الراين في عام 1936 كذلك وضم ألمانيا للنمسا خمسة السبب المباشر اشتياح هتلر لممار دانزج البولندي دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية بسبب الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر في جزر الهاواي وعلى أثره تحطم الأسطول الأمريكي علل أسباب من عقاد مؤتمر ميونيخ عام 1938 بسبب محاولة هتلر لضم تشيكوس الفاكيا فتم عقد هذا المؤتمر ووافقه على طلب هتلر بعد أن وعدهم بأن هذا آخر مطلب لهم الحرب العالمية الثانية تعتبر أكبر حرب عرفها التاريخ لأنها حرب عالمية شاملة تسخير طاقات البشرية كان فيها مواجهة بين الأودوليجيات بوصراع بين النظريات الدكتورتورية العنصرية التنافس الصناعي وسباق التسلح التكنولوجي قارن بين كل ما يلي حسب المطلوب في الجداء والأتالية عندنا الحاكم والمجلس النيابي نبن قارن ما بينهم من ناحية التعريف والمهام الحاكم هو الذي يمثل الملك الإنجليزي في المستعمرة ويعين ويعزن من خلاله أما المجلس النيابي مجلس ينتخب من قبل الشعب الأمريكي في الولاية المهام للحاكم رعاية شؤون الولاية المحافظة على الأمن أما المجلس النيابي سنى القوانين والضرائب ومراغبة موظفين في الولاية عندنا مؤتمر فيلديفيا الأول وفيلديفيا الثاني نبن نقارن ما بينهم من ناحية العام والقرارات العام كان لمؤتمر فيلديفيا الأول عام 1974 أما مؤتمر فيلديفيا الثاني عام 1975 أهم قرارات مؤتمر فيلديفيا الأول عدم رضوخ للقوانين الجائرة ضد ميناء بوستن توجيه طلب للملك الإنجليزي بالقوانين الجائرة ثلاثة إعادة سلاح المقاطعة التجارية للبضايا الإنجليزية أما مؤتمر فيلديفيا الثاني أهم قراراته اعتبار جيش بوستن جيشاً أمريكياً يخص جميع المستعمرات تعيين جورج واشنطن قائداً على بوستن ثلاثة تكوين الجيش الوطني الأمريكي الذي سيخوض حرب الاستقلال الجدول هنا نقارن ما بين الملكية الإنجليزية قبل الثورة والملكية الإنجليزية بعد الثورة قبل الثورة الملك كان يحكم حكماً مطلقاً كان يعدل القوانين كان يفرض الضرائب كان يعلن الحرب أما بعد الثورة الملك أصبح يملك ولا يحكم حيث أصبح البرلمان هو صاحب الكلمة العليا في الدولة والملك والملك سلطته مقيدة عندنا جدول الجدول هنا نحاول نفرق ما بين ونقارن الطبقة الممتازة والعامة في المجتمع الفرنسي من ناحية النسبة والمميزات والمعانات من ناحية النسبة الطبقة الممتازة مثل ما تشوفون 1% أما العامة 99% المميزات للطبقة الممتازة تولي المناصب العليا ارتفاع مكانتهم في المجتمع ليس عليهم أي حقوق اتجاه الدولة التصاقهم الشديد في الملك أما المعاناة من ناحية أو في الطبقة العامة عانت من الظلم والاستبداد فرضت عليهم جميع الضرائب استبعدت من جميع الوظائف العليا في هذا الجدول نحاول نقارن ما بين إصلاحات الجمعية الوطنية الفرنسية وإصلاحات نابليون بونابرت بالنسبة لإصلاحات الجمعية الوطنية الفرنسية إصلاح النظام الإداري تقسم فرنسا إلى محافظات جغرافية إلغاء النظام القضائي الجديد ويصبح القاضي انتخابيا إصلاح النظام الضريبي المالي يكون هناك مساواة في الضرائب إصلاح الكنيسة جعل ممتلكاتها لصالح الدولة لحل الأزمة الاقتصادية أما إصلاحات نابليون الإصلاح الإداري جعل الحكام يعينون من قبل القنصل الأول نابليون القانون المدني أعطى فرنسا والعالم كلها تشريع أن يحافظ على القيم والتقاليد القديمة في مجال الأسرة والملكية الخاصة إصلاح وضاع الكنيسة كذلك اعتراف فرنسا بالكنيسة الكاثوليكية وضع البابوية بقوانين مصادرة أملاك الكنيسة إصلاح التعليم يكون مجاني هنا في هذا الجدول لنحاول نقارن ما بين مراحل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أولاً المرحلة الأولى الحرب العالمية الأولى معركة المارن الأولى في عام 1914 اشتاحت ألمانيا بلجيكا وشمال فرنسا لكن الحلفاء أوقفوهم أما الحرب العالمية الثانية المرحلة الأولى كانت مرحلة انتصارات دول المحور في عام 1939 إلى عام 1941 دخول ألمانيا بولندا ودول أوروبا الغربية وثلثية فرنسا واكتساح بعض أراضي التحات السوفيتي وكذلك هجوم هتلر جوياً على لندن وتشكيل محور بلرين لوما توكيو مهاجمة اليابان ميناء بيرل هاربر ودخول أمريكا الحرب المرحلة الثانية معركة فردان في الحرب العالمية الأولى عام 1916 دخول الدولة الثمانية الحرب بجانب ألمانيا وانتصار الحلافاء فيها أما الحرب العالمية الثانية كان فيها السنة الانقلابية عام 1942 هي معركة ستالين جراد ومعركة العلمين وهزيمة الألمان فيهم عندنا المرحلة الثالثة الحرب العالمية الأولى معركة المارن الثانية في عام 1918 انسحب روسيا من الحرب في عام 1917 ودخول الولايات المتحدة الأمريكية مكانها شأن الحلفاء هجوماً معاكساً أدى إلى أنزال الهزيمة بالألمان وانتهاء الحرب أما الحرب العالمية الثانية كانت المرحلة الثالثة فيها انتصار النهائي للحلفاء من عام 1943 إلى عام 1945 وتنقسم إلى ثلاث أقسام الجبهة الغربية لأوروبا احتلال الحلفاء لإيطاليا وأنزلوا قواتهم في النورماندي وارغموا الألمان بالانسحاب من فرنسا وبلجيكا وهلوندا ودخلت ألمانيا أما الجبهة الشرقية لأوروبا احتلال برلين وانتحار هتلر واستسلام ألمانيا وهنا كان انتهاء النازية جبهة المحيط الهادي القاء القنبلتين هوريشيمو ونجزاكي على اليابان وانتهاء الحرب عندنا نتائج حرب العالمية الأولى لن نقارنها بالنتائج الحرب العالمية الثانية بالنسبة لحرب العالمية الأولى تركت دمارا هائلا خسائر مادية وبشرية الركود الاقتصادي تغيير جذري في خريطة أوروبا سياسية تفكك امبراطوريات وظهور دول قومية جديدة مثل بولندا مثل تشيكوس الفاكيا مثل غزلافيا مثل المجر أما نتائج حرب العالمية الثانية عندنا نتائج بشرية تغريبا كان هناك حوالي خمسين مليون قتيل أما النتائج الاقتصادية الديون على كثير من الدول والدمار على الكثير من المنازل والمصانع والطرق وتحول الدول الأوروبا إلى دول مستوردة بعد أن كان الدول مصدرة نتائج علمية تطور في مجال الأسلحة والمواصلات والطب والطباعة ووسائل الاتصالات كذلك عندنا نتائج سياسية للحرب العالمية الثانية تغيرت خريطة أوروبا تراجعت مكانة ونفوذ بريطانيا وفرنسا انتهاء الدكتورتوريات قيام الأنظمة الشيوعية في دول أوروبا الشرقية قسمت ألمانيا لقسمين غربي نظام رأس مالي وشرقي نظام شيوعي فقدت إيطالة كل مستعماراتها فقدت اليابان كمم تلكاتها ودمرت أراضيها بروز الولايات المتحدة وروسيا كأقوى دولتين في العالم فرغ ما يلي حسب المطلوب في الجدول التالي عندنا نتائج الثورة الإنجليزية والثورة الأمريكية نريد أن نفرق بينهم أول شيء النتائج الثورة الإنجليزية انتشار فكرة المجالس النيابية لإصدار القوانين وفرض الضرائب أثنين ظهور مجلسين مجلس الأوردات ومجلس العموم ويمثلون الدماغراطية للإنجليز أو للشعب الإنجليزي نتائج الثورة الأمريكية بعد نجاحها تشجع سكان المستعمرات في آسيا وأفريقيا على القيام في ثورات أو بثورات ضدها وانتشرت عدواها إلى سكان أمريكا الجنوبية أصبحت الولايات المتحدة مكاناً مناسباً لدعاة الفكر الأوروبي ورمزاً للحرية والتجديد وبالنسبة لكذلك الثورة الأمريكية كان هناك الثورة الأمريكية لسبب مباشر القيامة الثورة الفرنسية بسبب الأموال التي انفقتها في حرب الاستقلال الأمريكية مما أضعف هذا الشيء ميزانية فرنسا وضجر الشعب من الأزمة الاقتصادية التي حلت بهم أما الثورة الإنجليزية ثلاثة أخذت معظم الدول العالم عن إنقلترا نظامها الانتخابي ونظام حسب الدوائر الانتخابية وليس حسب الأساس الطبقي لها أثر بالغ الإدراك لإدراك الفرد حقوقه السياسية خمسة لها الفضل بتطور النظريات السياسية كنظرية السيادة الشعبية لجون لوك أسباب الثورة الإنجليزية وأسباب الثورة الأمريكية أسباب الثورة الإنجليزية ملوك الإنجليز كان يحكمون وفق نظرية الحق الإلهي التعاون مع ملك فرنسا لويس 14 التسامح مع المذهب الكاثوليكي أما أسباب الثورة الأمريكية تطبيق قوانين الاحتكار التجاري أو الملاحة أثنين القوانين السيئة السمعة هنا عندنا لآحة الهقوق الإنجليزي وثيقة الاستقلال الأمريكي وثيقة إعلان حقوق المواطن الفرنسيين ينفرق ما بين هالثلاث وفاق عندنا أول شيء لآحة الهقوق الإنجليزي لا يجوز للملك أن يبطل أو يعد القانون صادر عن البرلمان أثنين لا يحق للملك فرض رائب جديدة أو تشكيل جيش أو إعلان حرب كذلك ثلاثة للبرلمان الحق الكامل في التعبير عن آرائهم بحرية أربعة عطاء حصان للمواطنين أي لا اعتقال من دون محاكمة أما وثيقة الاستقلال الأمريكية أن البشر خلقوا متساوين ولهم حقوق ثابتة مثل الحياة والحرية والمساواة أثنين أن الحكومات تنشأ للمحافظة على هذه الحقوق ثلاثة من حق الشعب تغيير الحكومات إذا أساءت الدولة استعمال سلطتها أما وثيقة إعلان الحقوق المواطن الفرنسية واحد يولد الناس إحرار متساوين في حقوق الواجبات أثنين هدف الحكومة الحفاظ على حقوق الناس ثلاثة الأمة هي صاحبة السيادة أربعة لا عقوبة بدون قانون خمسة المتهم بريء حتى تثبت إدانة آنته ستة الجيش بخدمة الشعب الدستور الفرنسي في عام 1791 لابن قارنه مع الدستور الفرنسي سنة 1795 الذي يلقب بالدستور السنة الثالثة الدستور الذي صدر في عام 1791 واحد بقاء الملكية أصبح الملك الفرنسي موظفا كبيرا بالدولة وله الحق في اختيار وزرائه أثنين وضع الدستور والسلطة التشريعية في يد الجمعية التشريعية وله الحق في إصدار القوانين وفرض الضرائب ومراقبة الوزراء أما الدستور الفرنسي الذي صدر في عام 1795 إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية أما السلطة التشريعية البرلمان فيتكون من مجلسين مجلس الخمسمائة يجدد ثلثة عضائه هذا المجلس كل سنة وله الحق في إصدار القوانين أما مجلس الشيوخ يتكون من 250 عضو ويقوم بمراجعة تلك القوانين التي قدمها مجلس الخمسمائة هنا عندنا سؤال دائما ما نشوفه يتكرر في الاختبارات بالفترة الأخيرة السؤال هو ماذا كان يمكن أن يحدث لو عندنا سؤال ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم ينضم القادة العسكريين الإنجليز للملك وليم أرانج لما هرب الملك جيمس الثاني إلى فرنسا ماذا يمكن أن يحدث لو لم تتدخل ماري انطوانيت في توجيه سياسة البلاد في فرنسا لما فقد لويس سادس عشر شخصيته وأصبح ضعيفا ولم تفلس الخزينة الفرنسية بسبب كثرة نفقاتها ولم يستاء الشعب بسبب عدم إحساسها بمجاعة الشعب ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهاجر النبلاء خارج فرنسا عام 1789 لما حدث تعاون بين النمسو وبروسيا وتم إعلان بلينتز لغزو فرنسا ماذا يمكن أن يحدث لو لم يتم أدام الملك لويس السادس عشر عام 1793 لما اندلعت الثورة المضادة من أصحاب الملكية الدستورية ولم يتشكل تحالف دولي ضد الثورة الفرنسية ماذا يمكن أن يحدث لو لم ينقسم العالم سياسيا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لما قامت الأحلاف والتكتلات السياسية في أوروبا ماذا يمكن أن يحدث لو لم تهاجم الغواصات الألمانية السفنة التجارية الأمريكية لما داخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى ماذا يمكن أن يحدث لو لم تهاجم اليابان ميناء بيل هاربر وتدمير الأسطول الأمريكي عام 1941 لما ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القنبلتين الذريتين وهما نجزاكي وهوريشيما هنا عندنا سؤال نفذ ما هو المطلوب منك بين الأقواس التالية سقوط حسن الباستيل نبي نذكر النتائج عندنا أربع نتائج الفوضى في كل مكان توقف الفلاحون عن دفع الضرائب حرق الفلاحون بيوت النبلاء هروب النبلاء إلى خارج فرنسا وتحريض ملوك أوروبا لغزو فرنسا أثر حرب السنين السبع على إنكلترا نبي نذكر أهم الآثار واحد خروج إنكلترا من الحرب منتصرة وهي تعاني من أزمة مالية نتيجة نفقات الحرب ومصروفات العسكرية أثنين بسبب خسائر إنكلترا المالية في هذه الحرب تم فرض ضرائب جديدة على مستعمراتها وهذه الضرائب كانت سبب من أسباب الثورة الأمريكية هناك العديد من القرارات لبرلمان الإنجيزي ضد بناء بوستن نبين عدد القوانين الجائرة إغلاء بناء بوستن حتى يتم دفثة من الشاي تعيين الجنرال الجدج حاكم عسكريا على بوستن ثلاثة منعش تجمعات إلا بإذن سلطات الإنجليزية تعتبر معركة سارة توجه 1770 من أهم معاركة ثورة الأمريكية لو نذكر أهم نتائجها خسر الإنجليز جيشين كاملا سيطر الأمريكيون على حوض هيدسون دخول فرنسا الحرب إلى جانب الثوار الأمريكيين تعاطف الشعوب الأوروبية مع الثورة الأمريكية عندنا سؤال فند طبعا أنتم عارفين سؤال فند هو أنه يجعب لك العبارة خاطئة وانتلي عليك أنك تثبت صحتها مع وضع الأدلة عندنا سؤال فند لم تكن لحرب السنين سبع أي نتائج بالنسبة لسكان المستعمارات الإنجليزية في أمريكا طبعا غير صحيح بل كانت هناك نتائج مهمة وهي واحد شعورهم بقوتهم الحقيقية وبروز جورج واشنطن شعورهم بكيان واحد الانتصار أزال التهديد الخارجي من الفرنسيين نحو المستعمارات الأمريكية أربع فتح باب أمام الأمريكيين للتوسع نحو الغرب فند العبارة التالية العوامل الاقتصادية لم يكن لها دور بارز في قيام الثورة الفرنسية على عكس ذلك بل لها دور ضخم في قيامها بسبب واحد الخسائر التي ترتبت على حروب الخاسرة واستنزاف الكثير من أموال الخزانة الفرنسية اشتراك فرنسا في حرب الاستغلال الأمريكية التي أدى على صرف أموال طائلة ثلاثة سياسة الامتيازات والعفاءات الضريبية وهي هنا الطبق الممتازة مع فيها من الضرائب أربع حيات الترف والبذخ في البلاط الفرنسي فيفرق بين مبادئ كل الأنظمة الدكتورتورية التالية عندنا ثلاث أنظمة دكتورتورية عندنا مبادئ الشيوعية والنازية والفاشية مبادئ الشيوعية سيطرت الدولة على جميع المصادر وكذلك الثروة ووسائل الانتاج الغاء الملكية الخاصة ثلاثة إشراف الدولة على التخطيط الاقتصادي أربعة تحقيق العدالة الاجتماعية ومحو الفوارق بين الأميات أما مبادئ النازية واحد تفوق العنصر البشري الجرماني الثنين قيام ألماني الكبرى ثلاثة امتلاك الدولة للشركات الاحتكارية أربعة إلغاء معاهدة فرساي خمسة استعادة المستعمرات الألمانية أما بالنسبة لمبادئ الفاشية واحد القوة والعنف وسفك الدماء أحد مبادئها الثنين إصلاح الأوضاع الداخلية والأزمات الاقتصادية عن طريق التوسع الخارجي ثلاثة الغزو الخارجي أذكر هداف هيئة الأمم المتحدة واحد المحافظة على السلام والأمن الدوليين وحل النزاعات بطرق السلمية الثنين تنمية العلاقات الودية بين الدول ثلاثة تحقيق التعاون الدولي في جميع المجالات أربعة تكوين أداة للتنسيق بين أعمال الدول والمنظمات الأخرى أذكر أهم ملامح عالمنا المعاصر اليابان قوة اقتصادية كبرى الصين دولة كبرى مستقلة عن الكتلتين ماوت سي تونك دولة نامية ومتخلف اقتصاديا اجتماعيا تقدم علمي وانفجار معرفة وزدادة سكانية هائلة فجوة علمية اقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية ستة مخاوف من حرب مووية وتفاقيات سالت مما أدى لتوقف التسلح واستخدام الأسلحة الفتاكة سبعة تفعيل مشروع مالشال ثم المجموعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي ثمانية الولايات المتحدة زعيمة الكتلة الغربية الرأسمالية ثم القوة الأعظم بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي تسعة هيئة الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن وتعاون بين الدول أكمل المخطط السهمي الذي أمامك أجهزة عصبة الأمم نبدأ نكمل عصبة الأمم ونكتب أجهزتها الجمعية العامة موجودة في جينيف في سويسرا وعندنا المخطط أو أجهزتها الأمانة العامة كذلك خمسة أعضاء دائمين بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، الصين، اليابان لجان نزع السلاح مكتب العامل الدولي محكمة العدل الدولية الموجودة في لاهاي في هولندا لم نكمل هيئة الأمم المتحدة ونذكر أهم أجهزتها الجمعية العامة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ونكمل المخطط طبعا عندنا أحد أجهزتها مجلس الوصاية، مجلس الأمن، الأمانة العامة محكمة العدل الدولية هي نفسها في لاهاي في هولندا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الختام أبناء وابناتنا الطلبة والطالبات نتمنى أن نكون مفقنا في إيصال المعلومات المفيدة لكم مع خالص تحياتي وتمنياتي ورجائي من الله لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة